بر الأمان مرحبا بكل مستمعين ومرحبا بذيوفنا والمقدمين اللي بشي قدموا معي الحسن نبدأ بالذيوف قبل كل شيء تايسير بالنصر صحوفية مختصة في مسألة المياه كتبت برج على مسألة المياه في موقع نويت مرحبا بك تايسير عايشك وزيدة معنا مادام ثورية ملايح يعني مختصة في اقتصاد المياه انتي مرحبا بيك باحثة جامعية تنشط في المجتمع المدني ومرحبا بيك خانسة تشاركني في تقديم الحسن مرحبا بكل مستمعين ومرحبا بذيوفنا مرحبا بيكم الكل ديجاء تعرفوا ممكن من التقديم من بتاع الضيوف متاعنا عندكم فكرة على الموضوع متاعنا الموضوع متاعنا هو خرج من الفصل 44 بتاع الدستور اللي هو الحق في الماء مضمون المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع موضوع كبير برشة صحيح احنا اتجاه تحدثنا عليه في حصة ثالثة متاع موسمنا هذا موسمنا 2016-2017 تحدثنا عليه كي كنا في ولاية قروين وين مشينا للضيفيف براج نبهنا سد نبهنا وين مشينا للمنطقة السقوية عينبو مرة اثنين اما اليوم مش نتحثوا على جانب يعني زاوية متاعو ضيقة في اول المرحلة امام بعض تتولي كبيرة برشة نقراركم الفصل 62 من مشروع المياه المشروع اللي مجلة المياه سمحني مشروع مجلة المياه بضبط مشروع مجلة لي مشي للمشي يعني قامت وزارة الفلاحة بالسياغة بتاعه بتونت عمقوا بعد في التاريخ بتاعه الفصل 62 يقول تشجع الدولة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتصرف الموارد المائية وادارة المنشآت المائية في نطاق امتيازات او كل اشكال الشراكة الخاضعة للنصوص التشريعية جاري بها العمل تحث ذي على البيبي بي 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 التعاون شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ميدان المياه اليوم عنا قانون انتع البيبي بي شراكة بين القطاعين العام والخاص موجود سيري المفعول اما النصوص تطبيقية ما زالت مخرجتش متاعه اليوم في الحصة هذي بيش نتحثوا بذبط على تأثير الشراكة هذي ومع التجارب في الخارج وزادة مع التقييم يعني للوضع الحالي للشركة اللي هي لاهية أساسا بتوزيع المياه صلحة لشرب كيف ما قلنا من اللول من اللول حكينا على المياه انتع الري اللي هي تمثل تقريبا صلحني 80 بالمياه من استهلك المياه في تونس والباقي العشرين بالمياه هما مياه نستهلكوها لمياه الشرب اي دونك بش نحكيه اليوم على كيفاش هشاركة هذي تنجم تأثر على كل مواطن تونسي نذكرو انه المياه في المناطق العمرانية تتكافل السونات بها الشركة التونسية لتوزيع المياه وانه خمسين بالمياه من المناطق الريفية السونات تتكافل بها وفي الخمسين الاخرى ثم ادارة من وزارة الفلاحة هيا تتكافل بالمياه صرحة الشرف ندخلو في قلب الموضوع نذكرو انه بش نبديو بمرحلة اولى عليش ان فات الدولة تشجع الشراكة بين القطاع العام والخاص وممكن المرحلة الاولى وهذا سؤال لولي بش نبديوه هل احنا في حاجة لشراكة بين القطاع العام والخاص هل ثم هل ثم اشكالية اليوم في في توزيع المياه ممكن هو تظهر كما يقولوا بالفرنساوية ان كستيون نايف يعني اما هي في حد ذاتها تقييم للوضع اليوم ان نواجه السؤال قبل كل شيء لكنت مادام فرايا ملاح بعد تيسير بالنصر يهندرا فما مشكلة اليوم في توزيع المياه في تونس والله معناها يهندرا الحق في الماء مضمون للناس الكل والله لا في تونس ما زال عن عباد ما عندهمش الحق في الماء ما زال ما عنده موصلوش للماء صالح لشرب وانا راني الحقيقة طو بش نتحطو على الماء صالح لشرب ما انا راني في الكلام بتاعي كل بش نربط ديماء الماء صالح لشرب والصرف الصحي خطر عمليتين مربوطين ببعضهم رغم انه في تونس التغطية متاع الماء صالح لشرب اكبر برشة من خدمات الصرف الصحي سامحني جزت قبل كل شيء شو معناتها الصرف الصحي لسني اسمه الشيء اللي هي به له ناس اي شيء اللي هي به له ناس من سوق اي نحنا عنا زوز مؤسسات كل مؤسسة لها بحاجة اي لا مهيش مهمش نفس المؤسسة اللي هي من نفس الخدمة من تقصد تطهير المياه التطهير اي عملية التطهير بعد استعمال المياه ولا اي هذي عملية هامة لحنا في المخيال المتاعنا ديبا نتحطوا على الماء صالح لشرب ونسك توره يجبنا نفهموا اللي في تونس المجهود الكبير اللي يلزموا يتعملوا هو في الصرف الصحي اليوم هذي الملاحظة الأولى كمام نحكيوا عليها من خلوه نجموش خلوها تتعادى هكيك من بعد اسكل حق في الماء وصل للناس الكل ولا اسكل الناس الكل في تونس عندهم وصلت لهم الخدمة الماء الصالح لشرب بنفس الجودة بنفس الكيفية بنفس التواصل في الخدمة لا ما زلنا في تونس ما زل عنا حتى وكانش يقعد واحد برك ما عندوش هذي كده يجب نبذلولو المجهود باش يوصلوا للماء هذه نقطة لولا حسب التقارير يعني متع المنظمات الدولية وحتى متع المنظمات الوطنية يقولوا انه تونس بمقارناتان للجهة اللي هي موجودة فيها عندها عندها يعني أداء جيد جدا يعني في في وصول المياه ولكن بداية الأداء ينقصها فرامو فما جايبين في الموضوع الوقت اللي نتحدثوا على عندها أداء جيد عندها أداء جيد معناها كي تشوف نحن شون المجهود اللي تعمل شون المجهود اللي عملته المجموعة الوطنية باش وصلنا للنسبة التغطية هذي اللي موجودة اليوم نقول لك وصلنا للنسبة معناها محترمة ياسر لكن انا نتحدث على الحق في الماء لكل شخص معناها ما لازمش يقعد في تونس فما الشخص واحد ما عندوش الحق ما عندوش ما وصلش لوش الماء هتنجمش تستثني حتى شخص هذا الطموح متاعنا نحنا اليوم أنت أنا أحكيه كيف ما على انقطاعات حتى الماء في قفصة ولا في غيرهم جودة الخدمات هذيك جودة الخدمات معناه فما وصول الماء وفما تواصل الخدمة جودة الخدمات اليوم النجم يقوله بحكم الضغط أنه نقص على هذا نشوفه فيه الناس الكل وإلا ولينا نتحدثوا عليه خطفوا مجانبين في الموضوع النجم يكون كان حتى قبل موجودة لكلام عليه ما كانش برشا ونجم يكون أنه كما قال محمد معناها النجاعة التصرف نقصت البرشا أسباب أخرى هذا الكل موجود تقولي أنت عليش الدولة اليوم حلت المتنفس هذا في القانون هو مش الدولة هو مشروع القانون العبيد اللي صغط القانون خطف ما فرق بين هذا وهذا العبيد اللي اقترحت القانون جديد المجموعة اللي اقترحت القانون وإلا العبيد اللي خمت في القانون عليش حلت هالمتنفس هذا الجديد يقولك هالخدمة العمومية ما عادش باش يتكفل بها فقط القطاع العمومي ممكن يتكفل بها زادة ذوات معنوية خاصة يشاركونا في التصرف فيها في التصرف في الخدمة العمومية نذكروا أنه اليوم في هالسنين الأخرى نسمعوا برشا أنه شاركة بين القطاع العام والخاص باش تساعد في تطوير الاقتصاد وباش تحل ببين الاقتصاد وتخش عليها يعني حل جاي من الجنة باش يحل المشاكل المتاع البلاد الكل دونك هذين نحط فوقه نقطة استفهم ولكن هذا في نفس الوقت إذا كنا نعود ونرجع لفصل 44 بتاع الدستور المحافظة على الماء وترشيد استغلالي ويجب على الدولة وعلى المجتمع يعني الدولة قاعدت تتنحى من دور أساسي عندها للدستور يجبرها باش تتلهابية هذا يلي شاي خلينا نسأل كي قمت بالربرتاج متاعك في الجهات كي حكيت مع المستعملين من غردي ما والتونس ما هي رد التفاعل أشخاص اللي تفاعلت معهم اللي تتحورت معهم على إمكانية أنه نولي ونخلصوا الفاتورة الماء شركة كيفما شركة سويز ولا شركة فيوليا ولا شركة من هذوم شركات من مثلا في كاسابلانكا في الداربيضاء سمحوني الميل ثم شركة خاصة اللي قاعدة تستغل فيه اللي اسمها اللي دي كي تبعا فيوليا شني أرادت أفعال الأشخاص اللي حاورتم اللي قاعدة تستغل فيه اللي قاعدة تستغل فيه اللي قاعدة تستغل فيه دي تستغل فيه اللي قاعدة تستغل فيه ترجمة نانسي قنقر 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 كان قنقر نانسي 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 قنقر ونعمل فيه في الانفاستي سمارة هو اللي يلزم ونأخذه فكريديات باش نقدو فيه نقدو أمورنا شبالي شركة الخاص نرمال ما مش تعطيها هي تتصرف نرمال ما هي التعمل الاستثمار عدن منتها نقصي نحن فيش نستثمر مش هدا لقاعد توا مش هدا لقاعد توا نشوفه فيهم باقي نحن مواصلين واخدين الأمر معناها على عاتقنا مواصلين نستثمروا في القطاع هذا الواقع كي قمت بالحوارات انتعك بالربرتاجات هال سنوات الأخيرة الجدولة هذي متاع التعريفة هل عندها انعكاسات سلبية يعني دازفة نيجاتيف عالمستهلكين عال الحرفاء متاع السوني دون فانت كونت وحلال المي والثورة المائية يعني كيفاش تفاعل ممكن عالميدين انا حب جو سلاحظ حاجة هو يسئل فيك اللي نحن عنا انت غيف يونيك سوكتولو تيغي توار معناها في تونس هذي هي نظرتنا انا تعرف دي ما شنقوله نقول طريقتنا نحنا توينسا خاطر هو كل واحد كيفاش كل مجتمع كيفاش يعمل له كل مجتمع شي يختار روحه كان جاي كان جاي فما طريقة واحدة للتصرف راو البشرية الكل تتصرف لكلها كيف 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 تثبت انت في المجتمعات مهما كان تعقدهم فما اختلافيك لانه كل واحد يختار المودال اللي يساعده والمناخ مع الشمال ممكن ما هوش المناخ ? تحتي على المجتمع. throughput على مجتمع كمجتمع والمكل معناه من ح Ludovid اما اما فيه المجتمعات في اربرا و未اifie نحكي على التريقة هذه في تونس طريقتنا نحن في التعبير على الحق في الماء انا عملنا تاريف كيف 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 تعالش ممن عملا تاريف كيف يففي تونس مع نفس relação الهغفاء نال المهاprises где mismatch المواطن سوة كيف 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 الكل بتعاضد مجتمعي الكل نا نقبلو مبدأ انو نخصبو كلفة الماء كان كل الماء يتكلف 4000 مترو كوب ولا يتكلف 400 انا في مدينة يتكلف 400 واحد في الريف في الجبل يلزم يوصل للماء يتكلف 4000 انا قبلت انو السوم هذيك يتقسم بناتنا الكلف هذيك تتقسم بناتنا في السوم هذي طريقتنا نحن يعني نشوفها من يتكلف بناتنا في السوم هذي تتعلقنا نحن نشوفها من المعرفة لكن المعرفة حالًا يعني ان هو أن كل مستعمل شخصية في الطبيعة من المستعمل للماء يتحدث لتسبب كل ما يوجد في البيان قامنا نسيلا نحن يتكون السوم هو لس việc تتقسم بناستخدم التطبيق على الطبيعة ومسيلا نحن ند من وقتها السوم هذي يتحدث في التحط 승لات يخالزين تكرقنا مجتمع والذي إذا كانت هناك أيضاً كان المشركة الزقل بقم تستغل في الموضوع هل تعاضد الوطني اللي كنت تحكي عليه وليت متاعك تيصير على موضوع عدم انسيجام يعني التعريفة ما بين مختلف الاستعمالات اشنا واي نجم يصير نجموا نتخيلوا التعريفة هذي كما عادش بشتولي اونيفورم بشتولي غيجيوناليزي نجموا نتخيلوا حاجة كما هك خاطر هو وقت لي بش يجي بش يجي قولك انا نحب بش نجم انا نكون مغطي لكل فمتاعي وربح لازمني التعريفة بطريقة معينة معناها ايوان نجم هو النقاش الكبير بشي سيزيدة على السوم على الاسعار بطبيعة الحال وهذا دور التعديل هذا لو اننا مش نمشي وفيه هي دور التعديل هو التعديل فيه ثلاثة برشة جوان براه التعديل فيه الاسعار فيه الكميات فيه جودة الخدمات فيه مراقبة الغزو الشبكات فيه التعامل مع الكنيونات التعديل فيه برشة جوانب فيه المراقبة انك انتي كمعناها متصرف في الخدمة تقوم بوجباتك نشوفك زيدة انا تجي تطلب مني مثلا تجي تقولي وقت نقول متصرف في الخدمة انا هنا بغض النظر ان كان المتصرف دوات معنوية عمومية وإلا دوات معنوية خاصة هنا بقطع النظر اشكون يتصرف التعديل تعديل اساسي ولازم وتغيير المثال هو ما تعديل في تونس لكن لازم نغيره المثال متاعه النموذج متاعه نغيره باش نحسنه النجاعة باش نرجع على سؤال الولاني اللي طرحناه وعلى اشنية نخسره كان نخاوصه منبعد كان خاوصصناها ولا خاوصصنا باستبيعة مش الماء خاوصصنا التصرف في المياه في اطار الشراكة من القطاع العام والخاص اشنو نخسره نحكيو على الخاوصص سانتغيسان دوار شنو تعمل في البلدان معتال بلدان الاخرى ونجمو نشوفو اللي عديد من الدول قاموا بخاوصصة التصرف في المياه في الثمانينات ولكن نلاحظوا انه بعد عشرين سنوات ما قاموش بتجديد هذه التجربة ونجمو نسألوا علاش نذكروا انه العقود متاع التصرف هي بعادة ما تكون ممكن العشرات سنين ممكن عشر عشرين ثلاثين سنين عشرين لكثري عشرين يعني الكنتراتويتر يتعامل في الثمانينات وفي الفينيات وممكن في الثمانينات وفي الثمانينات وفي الثمانينات وفي الثمانينات إن part hoor معنات تواز تسمعني وما هي شركة ومشاركة بلايد أو شركة لا في بعض المحالات مثلا في مغرب التنجمت وفيisée من المحافظة أي Mrs. Pulau ية النموذات وتعالى مباشرة على المعارضة بعض العملية من خلالات المعارضة الإنسان المعارضة على عدلة العملية الأفضل الإنسان تقالى إعطار مع المقابل cut تقالى تقالى الإنسان حاجة ثالثة بيش تم توانس الكل augmentation du prix de l'eau يعني ارتفاع التعريفة متاع المئة تحت السعر المئة difficulté à superviser les opérateurs privés صعوبة في مراقبة المتصرفين ومتحاقدين manque de transparence نقص شفافية et surtout mauvaise qualité des services مع تأبورتان مع تأكي نحكي وعلا لخفو السادد ما نحكي معنائه أنو الخدمة اللي متوفرة للمواطنين المستهلكين هيش خدمة مرضية يعني يقول القيل لهنا شدمشوم كليجيك مع أشوم يعني et donc justement كنشوف أنو les comptes متاع شركات العالمية هذو ما هم شقاعدين إذجادادو guckenتعتون عن هذا معنى معنى إلا وجو دينوفا معشي إلا وجو في دينوفا معشي لا تونيزي تنتران بيارج وني نجمو معت يلقاو دي مرشي انترسان موسيقى 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 مرحبا بكم من جديد تسمعوا في برنامج بر الأمان مرحبا بكل مستمعينا نذكركم ان اليوم موضوعنا هو الشراكة ما بالقطاع العام والخاص في ميدان المياه صالحة للشرب كنتوا تسمعوا في مقتطفات من الموسيقى متاع فيلم زهرة حلب فلوغ داليب الموضوع متاعنا اليوم احنا في احنا في اخر جزء من الحسا وطرقنا للمسألة تتسائنا هل احنا اليوم في مأزق وهل الحل متاعه هو القطاع الشراكة مع القطاع الخاص وشفنا في اخر من قبل من نسمع أغنية شفنا كيفاش التعريفة متاع السونيد تنجم تخلي المردودية الاقتصادية متاع السونيد ما هيش نجعة برشا ولكن في نفس الوقت هي تستجيب المبدأ تونس الكل يتعاونوا بش تونس الكل يكون عندهم نفس النفاذ الى الماء توا في الجزء الثالث هو كيفاش تجارب في البلدين الاخرى سارت ممكن بلد اللي قريبتنا وليتشاب هنا المغرب في داربيضاء هل ثمت تجارب اخرى ممكن في أمريكا اللاتينية في بوليبيا ممكن بمعندي جديكاريكا برسي نحكي عليهم هم برشا معتا لكاد للمنسباليزاتيون موجودة في بيري عادة بلدات نحن في كوالا لنبو في جاكارتا في جوانسبورغ معتا موجودة في برشا بولدين هي تأسير حكيت على الجزء في المنسباليزاتيون يعود القطاع العام يعود يخب بنيدي فيها التصرف في الماء الصالح للشراب تتحدث أنه معناها ليكنتخا ما تعودوش تجدو هو فهمة بعد تجارب راهي صارت أنه ليكنتخا في وسط الكنترات يقرروا يعمروا صارت في أمريكا اللاتينية برشا راهي الحكاية هذه يتغشوا العباد وكذا يقول لك أنا ما عادش حاجتي به نحب تعاود الدولة تأخل أمور بيديها وتخرج مظاهرات ويخرجوا كذا وتلقى الدولة روحة ملزمة وإلا الوضع العام هذا أخذت الحالة القصوى أنه قصوا الكنترات هذا اللي صار في بوليفيا بوليفيا صار في بوليفيا في أول ألفينيات في أول ألفينيات أفكتبو جبوس حتى في شيلي صار بلدان الأمريكا اللاتينية صار فيها يقصوا الكنترات في الوسط معناها ما زال ما وصلش للأخر يجبنا نعرف لهذا كان مكلف جدا لأن وقت ما معناها مكلف جدا لش كونسا للمجتمع لأخذ الوقت يجي أنت تعمل الكنترات وعلى عشرين سناء للوبراتور بريفي وتجي تقول له في وسط المدة أنا راني معادش معادش حاجتي تمشي كيفاش يصير هي الحقيقة الأمر يمشي ويتقضى وقدام معناها محكمة تجارية دولية أغلبيت الحين بريفي موش محاكم مثلا سيردي افكتف ما والسيردي سمحوني للمستمعين بتاعنا هو المركز الدولي لتسويت النزاعات الاستشارية وهذا وتعرف فيش يصير يصير أنه هنا المنكة غانية معناها الحاجات اللي كانت الفلوس كمية الفلوس سماح لي بشي أقص عليك ماذا خي خبرك بشي أقول البلدان ما همش مشبرين بشي يكونوا منخرتين في المركز خلي العبد إنش بيقولك أحنا مشبرين مانش مشبرين بشي أكونوا موجودين في المركز الدولي لتسويت النزاعات الاستشارية ولكن التقاضي سير غادي ولكن تونس موجودة فيهم المركز الدولي لتساوي وعليش وعليش نتحدث على هذا لأحنا مانش مشبرين على خطر مثلا بلاد اللي تاوبرك كنا نحكي عليها بوليفيا قررت إنها تنسحب تنسحب وقتاش من الألفين وقت اللي صارت المشكلة المشكلة معناها تنجم تكون للخسارة مرتين أنه أهداف مشاركة المشاركة ما صارتش لأنك أنت ما عندك قدرة على التعديل لأنك أنت ما عندك قدرة على رقابة لأنه التعديل ما تعمل بالكدير هذي كل باشا حاجة هذي ميش عملية سهلة عملية التعديل يزم ها يزم تكون فما إن كم تنسح معينة ومبعد تبدأ تبع عندي كل شي وفي صورة ما إذا الأمر ما ساعدك شو تحب تقول لي تاو معا تحاج تحاج مو 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 باشا تحاج المو يوجد ركز وشكوات مقالد في الوحياتات عملية بالتعامل حينما كانت أمواتن وهناك بشيحلس ويستم يتعالى من الوحيات المشاكل يتعالى من المساكلين ويستمع الأعظم ويستمع الأعظم ويستمع لن نتخلق في مجاورة سأتعالى نعطيح بأنك بخشخص الهيئة التعديلية نحب نرفض النظر للمستمعين أنه في الارجنتين وقت الدولة حبت تراجع تصرف الماء للدولة وتنحي المؤسس الخاصة ترصت لها خلطة 400 مليون يورو الشركة سواز ساكوة تريد شاردو غيزيليا تأكيدا لكلمك سامحنا قصير علي كنت في 2006 كنت تحكي على الهيئة تعديلية تعديلية مادام ثورايا تجم تحكينا على الهيئة هذه بسك أنفات سيئن ستنستانس درغولاشون هل هذه الهيئة موجودة ولا لاسا لا ما هيش موجودة واضح اما في بسط المجتمع المدني برشا قاعدين يتحركوا بش بور لكريا ستنستانس بسط المجتمع المدني مش الدولة هاللي يتراقب لا نحنا نطالبوا أنها تكون موجودة معنا في إطار المشروع الجديد متع مجالة المياه مشروع جديد متع مجالة المياه كما قالوا هما وقت يتولي فما أزمة يجبنا نبدلوا الحاكمة نعودوا ننظروا في الحاكمة ونعودوا ننظروا في طرقتنا في التصرف في المواد المائية لذلك عملوا هالمشروع خطر على الحق العباد لازمة تتسائل نحن لازمنا نتسائلوا عنا قانون عنا مجالة كاملة للمياه عليش نعملوا في مشروع جديد شنوال لغيتيفيكاسيون شنوما الحاجات الجديدة اللي يجبناهم في المجالة الجديدة خطر كنا نجمو نعملوا تعديل للمجالة تعديل للنصوص جينا عملنا مجالة جديدة مجالة جديدة نور على حسب فهمي أنا على خطر الحاكمة اللي كانت موجودة ما هيش ما عادش تكفينا ما عادش تكفي لمواجهة المصاعب اللي موجودة اليوم اللي حسن التصرف الموارد المائية قبل ما نعملوا ونبدلوا لشكون المتخلين لزمنا ساعة قبل نعملوا هيئة تعديلية تتعلم تخطب معناها تتقوى تولي إنها نستانس عندها كمبيتنس ونحطوا فيها لكمبيتنس ونتعلموا كيفاش معناها نستفيدوا من التجارب التجارب الأخرى اللي نجحوا ونبدلوا نموذج التعديل ونقعدوا في جيستيون بيبليك لأن التغيير من جيستيون بيبليك لجيستيون بيبليك فانو كوتيد لارجان ما فميش غريفورم صنزارجان وكيتراجعوا للعمومين بعد وكيتطلع تجربة فاشلا معناه بعد ما نعودوا نفطنوا اللي نحنا مقدرناش ونحبو نرجعوا سفانو كوتيد لارجان زي ستو سيس كو جفو دير وفي هذا النتاق جزتما احنا في في ظروف المباشر كان مبرمج انو نسمعوهم مقبل ولكن نقترح لكم انو نسمعوهم رغم باش نخدموا الحصة هذي وناخذوا ردود أفعالكم زميننا من مغرب عمر رادي اللي نشكروه اللي هو مختار خدم برش على مسألة الخوسصة يعني متاع المياه السالحة للشرب في دار بيضاء أعطانا نظرته من المغرب كملو نسمعو مقتتفات بر الأمان فكرة خوصصة التوزيع الماء والكهرباء وتنقية الصحية في المغرب بدأت منذ ثمانينيات وتم تفعيلها وسط التسعينيات من القرن الماضي لماذا جاءت هذه الفكرة وهي جاءت في سياق تحرير القطاعات الاقتصادية في المغرب وتراجع الدولة عن تسيير القطاعات الاقتصادية تبعا لبرامج تقويم الهيكل التي فرضت على المغرب بداية الثمانينات سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وتم إعطاء توزيع الماء والكهرباء في دار بيضاء لشركات جد سويز التي أصبح اسمها اليوم انجي وفي الرباط إلى شركة فيوليا انفيرونمان التسيير المفروض هو عقد مع الدولة في شخص وزارة الداخلية أولا كسلطة للوصاية وثانيا للمجالس المنتخبة يعني عموديات والمنتخبين مجالس المدن هذه العقد تحدد شروط التسيير المفوض من بين هذه الشروط حجم الاستثمارات التي يجب أن تتخذها الشركة المفوض لها التوزيع ثانيا نسبة هامش الربح ثالثا البناء التحتية ورابعا الأثمنة التي يجب تحديدها في الاستهلاك النهائي بطبيعة حال تم تعليل هذه الخوصصة بفشل التسيير العمومي للقطاع والوكالات ما كان يسمى بالوكالات المستقلة للماء والكهرباء لغيجي وطنوم هذا الفشل في التسيير سببه هو استعمال الموارد لهذه الوكالات المستقلة في أنشطة أخرى مختلفة ليس لها علاقة بالاستثمار أو التسيير في قطاع التوزيع الكهرباء والماء وتنقي الصحية الشركات التسيير المفوض بادرت بإرجاع الأرباح التي أنتجها نشاطها في الخمس سنوات الأولى لتنفيذ عقد التسيير المفوض هذا الشيء كان ممنوعا البتة بالعقد لأن هذه الأموال كان من المفروض إعادة استثمارها في البنية التحتية وهذا كان خرقا واضحا للقانون هذه الأشياء لاحظتها الدولة منذ البداية ولكنها لم تقوي من وسائل المراقبة الدليل هو أن الأدات الوحيدة لمراقبة تنفيذ العقد هي مزالت ممولة من طرف الشركات المفوض لها تسيير توزيع الماء والكهرباء والتنقية الصحية مرحبا بكم من جديد تسمعوا في برنامج بر الأمان المقتطفات كنتم تسمعوا فيهم هما مقتطفات جاينة من الدار البيضاء من المغرب من عند صحفي عمر رادي صحفي استقصائي اللي اشتغل برش على ميدان خوصصة المياه في المغرب وخصيصا في الدار البيضاء ويعني اللي كان يحكي فيه عمر سمعتوه خنسة تيسير ثرية الكلو يعني تقوش علينا في نفس السيناريو نفس تايم لاين وكل مرة ممكن المغرب في تور متقدم من السيناريو هذا وممكن تونس قاعدة تعيش في الوضع الاقتصادي سعيب والكريديات اللي قاعدة دولة تخفيهم وصار التقويم الهيكلي لجستمان استركترال قاعدين نعيشوا فيه كيف ما عجناه في التسعينات ثمانينات سمحني وهذا كان البيب للخوصة ساعة قراءة في المستقبل هذي يعني تقوش عليها ترجبة تونسية هذي معناها التجربة توري معناها تستانتي موانياج معناها يجي قولك هوا شصار وشناه التقييم الموجود اليوم للتجربة هذية ما هيش موفاش اكبيرة برشا بلدين عاشتهم من المغرب بحثينا وخاطر يتبعنا ينتبعوها نحنا عنا المم موديل ايكوناميك ذاك عليش نجم وقوله كانها كانها بخوشيكسيون معناه لكن السؤال اللي تقال اليوم كيفش نوى كيفش تسلحنا نحنا اليوم كمجتمع كدولة كباش نتجاوزو ياخي لازم نطيح في نفس الحفرة معني هنشوفو فيه كيفش نعملو اليوم شنية الاليات الليازم نحطوها اليوم باش نتجاوزو العراقيل اللي عادنا اليوم تيسير كيف سمعت عمر الرادي من دار بيضاء بسا مانكوراج بس انكور ادير انو الموضوع هذا مهوش موضوع سيستطيع تكنيك معتان ينجي من المواطن يخاف من الموضوع هذا لحاتر نبال لجستيون معقدة شنية الاختائيات وشنية الاختائيات با دوتو معتا هذا موضوع يهم الناس الكل اتوانس الكل لحاتر الامباكت معتا باش نشوفوه الكلنا معتا في حياتنا اليومية التجارب كي نشوفو عندهم عشرين سنة في دار بيضاء من تجربة خوصص المياه ونشوفو السيناريو اللي صار كيفاش مسألت الدوفيز اللي تخرج مسألت الحاجة في الخوصصة كيفاش تخلقت ولا كيفاش توجدت كيفاش الفكرة انو كانت المغرب في مأزق شايف انو الخوصصة الحل ولكن المشاكل اللي تحدث عليهم عمر انو التعديل اللي اكدت عليه ثوريا مليح اللي اتعديليا اللي اجنة اللي اجنة ملاقبة تتسير المفاوض انفانت كنت المفاوض هو اللي خالصوه انترى تخاليك ملغير كلمة ذي اجاكتما ما تأس من كمانتر اللي اجنة ملاقبة تتسير المفاوض هو اللي اجنة ملاقبة تتسير المفاوض بالنسبة لينا تنسيش فاتورة المياه فاتورة المياه والله الحديث في مشروع مجالة المياه كيف ما قالت تسير ما هوش موضوع اخصائيين بحث هو يمكن موضوع يخصنا كل ومدامو مزال في اطار مزال مشروع بالنسبة لينا لازم الحوار يتحل على نطاق واسع واسع جدا حتى قبل ما يخلط المجلس النواب ووقت لي يخلط المجلس النواب وفي اطار الكمنسيون ومتاع مجلس النواب وفي الجلسات العامة الى ايه نحب نشكركم هنا وعلى حذركم الكل نشكرك ثورية ملاح نشكرك تيسيل بن نصر وشكرا الخانسة اللي رفقني ونشكركم انتوما اللي كنتو تسمع فينا على امواج الاذاعة الوطنية والا امواج اذاعاتنا لشركاء في بث برنامج بر امان اللي هما هنا القاسرين القاسرين مهديا وان ودريم افم القروين نذكركوا اللي تنجم وتتفعلوا معا على الموازع الصوتي بتاعنا اللي هو 99 326 325 99 326 325 تنجم بترسلونا برسالة صوتية ولا رسالة مكتوبة وبتباعة الحال ما ننسيوش صفحة الفيسبوك بر الامان بالعربي ولا بالفرنسي تلقونا ولا حتى تلوجوا على جوجل تلقونا بكل سهولة مرحبا بكم في كل الوقت مرحبا بكم بالتعليقاتكم بنقدكم واختراحاتكم نشكركم مرة اخرى على حسن الاستماع ونقولولكم انشاء الله نتلقاوا نهار الاربع جاي بر الامان بر الامان اشتركوا في القناة